المزيد والرحب الضيفي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان الدكتور محمد أهلا بك بداية هذه الاتباعة تتكرر لإيران الحوثيين يعلنون هذا المساء إطلاق الصواريخ الأمريكيين يعترفون بمهاجمة أربع قواعد لهم أو قواعد عسكرية لهم في سوريا وكذلك في العراق حزب الله يوسع من عامرياتي إذن ما الذي تراه في الأفق مساء الخير لك أستاذ طارق وإلى المشاهدين يعني هناك الإيرانيون يتحدثون عن برميل بارود في منطقة الشرق الأوسط والكل يتحدث عن كل الاحتمالات مفتوحة خصوصا إيران وحزب الله في جنوب لبنان يتحدثون عن كل الاحتمالات مفتوحة وبالتالي هذه الخيارات مطروحة على الطاولة لأن الجميع الآن سواء كان إيران أو أصدقاء إيران في المنطقة الدول الإقليمية وحتى الولايات المتحدة وأوروبية الجميع الآن يطالبون بوقف إطلاق النار الوحيد الذي يتمسق بعدد إطلاق النار هو الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وبالتالي حتى الولايات المتحدة أرسلت رسالة كما قال عبداللهيان الأسبوع الماضي قال يوم الذي جاء به رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى طهران هو قال بأنه استلم رسالة قبل ثلاثة أيام يعني بداية الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع الحالي استلمت إيران رسالة من الجانب الأمريكي هذه الرسالة يقولون فيها بأنهم يتجهون باتجاه وخف إطلاق النار لكنه قال أيضا بأن الإيرانيون لا يرون في الميدان شيء يشير إلى عزم الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار هذا ليس مهما المهم بأن جميع الأطراف هي الآن تعتقد بضرورة عدم تساعي الحرب عدم المشاركة حتى الولايات المتحدة قالت لإيران بأنها لا تريد تشارك في هذه الحرب وهي تطالب الجميع بضبط النفس وعدم اتساع رقحة الحرب الجهة الوحيدة التي تدعو إلى اتساع الحرب وتعمل من خلال سلوكها السياسي والعسكري إلى اتساع نطاق الحرب وهي الكهن الإسرائيلي وأنا أعتقد بأن هذا الهجوم هذه الإبادة البشرية التي تمارسها الماكنة العسكرية الإسرائيلية في غزة ما رده إلى أن إسرائيل تريد أحرجت كل الأطراف وتريد تحريك الأوراق الأخرى من أجل ضرب إيران من أجل ضرب حزب الله ربما ضرب المقاومة في العراق في أماكن أخرى وبالتالي الوحيد الذي يريد أن يجر وأن يوسع الحرب والكيان الإسرائيلي الآن الإيرانيون قالوا بأن الأمر لا يتعلق بهم في قضية فتح جنوب لبنان أو أي منطقة أخرى الأمر منوط بهؤلاء الفصائل المقاومة وكل فصيل يتحرك بناء على وضعه المحلي وضعه الإقليمي ووضع الدولي هو يتحرك ويتصرب بشكل الذي يتناسب مع الميدان الذي هو فيه وبالتالي الإيرانيون حتى أن مهاجمة القواعد الأمريكية في العراق قال عنها يوم أمس مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة قال بأن إيران ليست لها أي علاقة بمهاجبة القواعد العسكرية في العراق وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون فعلا أعطوا هذه المهمة وهم قالوا للأمريكان بشكل واضح أيضا قالوا للوسيط الغير مباشر بينهما الذي حمل ثلاث رسائل للإيرانيين هم قالوا له بأن الشارع العربي والشارع الإسلامي يغلي حاليا من جراء الإبادة البشرية على قطاع غزة وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على الكيان من أجل وقف إطلاق النار حتى لا تتوسع الحرب وأنا أعتقد ربما نفاجأ في يوم ما أن تعمل إسرائيل بعملية ربما نوعية في لبنان في العراق في اليمن في أي منطقة أخرى تحرج هذه الأطراف وتحرج الوضع الأقليمي بشكل عام لكن في الجانب الآخر دكتور محمد صالح صديقيان إذا كان الأمر مناطب تلك الفصائل باتخاذ ما تراه مناسبا طبقا لظروفها المحلية الخاصة الأقليمية والدولية لكن هناك كثر من يرون بأن لإيران اليد الطولة إن أرادت لتلك الفصائل أن لا تسعى إلى تصعيد غير ربما محمود العواقب ثم ما الذي يضمن أن سوء تقدير قد يفضي إلى تفجير الوضع هذا صحيح جدا عندما تحدثت عن القرار الميداني لتلك الفصائل وتلك الفصائل المقاومة هذا لا يعني بأنها عديمة العلاقة بإيران إيران هي تتزعم محور المقاومة ولديها علاقات جيدة بكل أطراف محور المقاومة في المنطقة وهناك تنسيق في أعلى المستويات وإيران تمدهم بالمعلومات الإقليمية الدولية من أجل إذا أرادوا اتخاذ أي موقف أو أن يقدروا الموقف من أجل اتخاذ قرار معين إيران تمدهم بمثل هذه المعلومات لكن عندما أقول كل الاحتمالات مفتوحة هذا عدد سوء تقدير موقف ليس من الجانب الآخر الجانب الإقليمي وإنما هذا سوء تقدير الموقف ربما أيضا يصدر من إسرائيل لكني أعتقد بأن هناك هذا التنسيق الذي أنا قلت أشرت له هناك تنسيق كامل بين كل أطراف العناصر المنضوية في محور المقاومة هذا أولا لديهم تنسيق كامل مع حماس مع القيادة في خارج العرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي هناك تنسيق عالي جدا وتنسيق قوي جدا أيضا وبالتالي أنا أعتقد بأن تقدير الموقف ربما يعتمد على كل المعلومات التي تعطيها إيران وتتبادل المعلومات مع كل عناصر المقاومة وقياداتها في المنطقة لكن ماذا لو تصاعدت الهجمات هذه المناوشات الموجودة في جنوب لبنان تصاعدت أكثر ولنفرض جدلا قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت ماذا سوف يكون رد المقاومة في جنوب لبنان هناك الكثير من الاحتمالات ربما هذه الاحتمالة مطروحة على طاولة ولذلك عندما يقول الإيرانيون أن المنطقة على برميل بارود هم يعنون ما يقولون لأن إسرائيل وهذه حكومة الحرب الإسرائيلية اليمينية المتشددة المتطرفة أيضا التي جاءت بإبن غفير ومشاكل ذلك من هؤلاء المتشددين المتطرفين ربما إذا وصلوا إلى طريق مزدود في الحرب البرية والحرب الجوية بالتأكيد يقدمون على خطوة قد تسحب الولايات المتحدة تسحب جنوب لبنان تسحب العراق اليمن مناطق أخرى إيران هذا الوضع مربق جدا وبالتالي الإيرانيون كانوا دائما يصرون على الولايات المتحدة لأنه يبدو قيادة الحرب الآن داخل الكيان الإسرائيلي هي بعد الولايات المتحدة والقرار الأخير عند الولايات المتحدة ولذلك إيران كثيرا ما أبلغت الولايات المتحدة بخطورة الوضع وخطورة الوضع الإقليمي أولا خطورة الوضع في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة تحديدا وطالبت بوقف إطلاق النار حتى لا تتوسع الحرب وحتى لا ينفجر هذا برميل البارود الموجود من منطقة الشرق الأوصل دكتور محمد صالح سيد قيان دعني أسألك هذا السؤال وأنت بلا شك تستمع إلى ما يقال يعني إيران أول حرب العدوان هذا العدوان يدخل يومه الرابع والثلاثون على قطاع غزة الأنظار كانت تتوجه إلى حزب الله بأنه يمكن أن يكون له الرد داعم مساند لحركة حماس وكذلك ينظر إلى إيران بأنها حتى الآن تكتفي بالتحذير لكن لا تستطيع أن تقوم بنصرة حركة حماس وهي التي تتزعم المقاومة كما تقول وفي الحسابات هناك من يرى بأن إيران المهم الحفاظ على حزب الله ويمكن في ظل هذه الظروف الحالية وهذا التحالف الذي يجري ضد القطاع أن تضحي بحركة حماس مقابل الحفاظ على حزب الله ما رأيك ماذا يمكن أن يكون الرد على هذه الأسئلة هذا سؤال مهم وهو مطروح في الوسط الإقليمي تحديدا والكثير من الشارع العربي والدولي والإقليمي أيضا الإسلامي أيضا كان ينظر إلى أو يترقب الوضع أو الموقف الإيراني حيال الاشتياح البري القصف الجوي لقطاع غزة هذه الإبادة البشرية في غزة وبالتالي كان ربما البعض كان يعتقد بأن ربما إيران تدخل الحرب أو جنوب لبنان يفتح الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستوطنات هذا كان التوقع لكن بالتنسيق الإيرانيون تحديدا وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان قام بجولتين في المنطقة التقى في قيادة حماس والتقى الحكومات والفصائل في كل من العراق وسوريا ولبنان وذهب إلى قطر والتقى قيادة حماس وأيضا إسماعيل هنية جاء إلى طاران والتقى المرشد الإيراني لأعلى قبل أربعة أيام أيت الله علي خام منئي وبالتالي هناك تنسيق كامل الإيرانيون يتحدثون عن الأهداف التي قامت بها حركة حماس في غلاف غزة وبالتالي كانت هناك أهداف يقولون بأننا ضمن هذه نسير في ضمن الأهداف التي تريدها حركة حماس وليس ضمن الأهداف التي تريدها إسرائيل ربما إسرائيل تريد جر إيران وبقية فصائل المقاومة لتضبط إيران ساعتها على التوقيت الإسرائيلي إيران ترفض ذلك قيادة حماس لحد الآن هي تقول بأنها تسيطر على الوضع هناك ربما مفاجآت في قطاع غزة وبالتالي الكل ينتظر ما هي مآلات هذه الحرب قضية إنهاء حماس يبدو ما قاله المسؤولين هنا بأن هذا هو خط أحمر لا أحد يريد القضاء على حركة حماس لكن يريدون أن يحقق الأهداف التي تحركت من أجلها حركة حماس وهو تصفير السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين لحد الآن الحرب قائمة لم تنتهي الحرب الاحتمالات كلها واردة وبالتالي يعني هناك جهل ما تقول إليه هذه الحرب لأن الوضع الإسرائيلي غير منضبط هناك هزيمة لحقت بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالمنظمة الأمنية الإسرائيلية وهناك هزيمة أيضا بالمنظمة السياسية الإسرائيلية الآن كل الاحتمالات مفتوحة ماذا يمكن لهذه حكومة الحرب المشكلة في إسرائيل أن تعمل أنا أعتقد بأن تقدير الموقف لكل الأطراف الإقليمية يعتمد على سلوك الجانب الإسرائيلي الوضع العام الذي مهلة زمنية أربعة أيام أربعة ساعات هذه المهلة الزمنية يعني الكل ينظر إلى الولايات المتحدة ماذا تريد أن تفعل وسيد بلينكين قام بجولتين للمنطقة الكل يترقب الساعات القادمة الأيام القادمة من أجل معالجة الأمر واستيعاب ما يمكن استيعاب من هذا الجنون الإسرائيلي في قصف سكان غزة أنا أشكرك من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر